القاهرة تقدم في برنامج أغرب القضايا وحايزين نستكمل مسيرة الإزاعي الراحل عبدو دياب اللي بدأ يتعلق بكل طفل وشاب وأسره في مصر في متابعتهم لهذا البرنامج اللي كان بيطرح أغرب القضايا أغرب القضايا من البرامج الإزاعية اللي خيرت أكتر من جايزة واللي عاشت مع الناس أكتر من 30 سنة بلوصل ل40 سنة أغرب القضايا طرحت حاجات كتير جدا زي قتيل على شاطئ البحر قضية طنطاوي مقتل وردة قضية عزيزة وهاشب مقتل مختار برحب بأبطال هذا العمل اللي وصناعه وهم يكتسكملون مسيرة الأب عبدو دياب الأستاذ عمرو دياب عمرو عبدو دياب أهلا بحضرتك دكتور طارق عمرو دياب أهلا بحضرتكم مجد التحية واللقاء ليكم وممكن نشوف كده جزء من هذا العمل الجميل اللي انتوا اللي خصتونا فيه الحكاية وبعدين نتكلم بالتفصيل الممل عنه ونشوف الدنيا ماشي إزاي آه ياريت ياريت الكنترولي جاهز لنا الميديو الأولاني يلا نشوف مع بعض كده حضرتكم عشان تسترجعوا بالذاكرة هذا البرنامج الجميل وأجوائه ونشوف حضروا لنا أيه القاهرة تقدم أغرب القضايا أغرب القضايا أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبدو دياب دي كانت أشهر الموسيقى اللي بنسمحها دايما في مقدمة هذا البرنامج تمهيدا لي للراحل طيب الزكر والسفر الراحل الإزاعي الكبير عبدو دياب والصور اللي حضرتكم شفتوها في حصول وتسلموا لأكثر من جائزة وخلونا نسمع الحكاية من بقى أصحابها ويعني خير خلف لخير سلف وصوات عمر عبدو دياب أهلا بحضرتكم كلمنا شوي عن البرنامج وصناعة الأبد وإزاي أنتوا استجملتوا المسيرة وكان خدوا ليكم عشان تكملوا في الحقيقة الأستاذ عبدو دياب الله رحمه كان جالوا فكة أغرب القضايا من قضايا أراها في إحدى الصحف فهو أرى قضايا إنه في شاب في فرنسا أعدمو مع إنه هو كان مظلوم فطبعا القضايا دي أثرت فيه جدا وإنه هما حاولوا يدوا لوالدته أي تعويض لكن طبعا ما فيش أي تعويض يكفي عشان غياب الإبن دي كانت الشرارة الأولى الألهامة الراحل أستاذنا عبدو دياب لأنه يبتدي يكتب في الدراما البلوسية بالزبط فهو فكر فيه إنه يتاقل كانش فيه على يعني مستوى الإزاعة المصرية في الوقت ده وكاتهية المسيطرة وهي تضيف الدائم في كل بيت وكانش فيه برنامج تاني بنفس الشكلة ولا نفس الحاجة لا ما كانش فيه لكن طبعا كان فيه الدراما يعني الدراما أصلا عنصر مشوك جدا خصوصا فيه الراديو اللي بيعتمد على الخيال فالناس بتحب جدا الأغاني والدراما من أول ما بدأت الإزاعة المصرية الدراما البلوسية خصوصا مسيرة جدا وملفتة للنظر والناس اللي لازم بلا استثناء تسمحها فعبدو دياب فكر في إنه يبدأ برنامج بقربة القضايا لإنه جاله الفكرة من القضية بتاعت فرنسا دي فاخد دي كانت أول حلقة ويمصرها مصرها إزاي؟ إنه ما ينفعش العدالة إنه هذا الشاب اللي هو اتظلم وأعدم ظلما لكن هو عمل في الآخر خالص إنه كان ارتكب جريمة قبل كده صابقة عن الجريمة اللي هي حكموا فيها يعني إذا كانت العدالة السمعية له بالبرصاد فإنه العقاب على جريمة لم تكتشف في جريمة أخرى يعني وده كان حل طبعا زكي جدا منه وكانت البداية بقى ده بيخليني دكتور طارق أسأل مع حضرتك بمنك إنت اللي بتكتب الحلقات بخرج الحلقات بتخرج الحلقات نهاية الحلقات يعني أنا بتكلم دايما نهايات الحلقات نهايات الحلقات دي اللي هو إنت بتخد المستمع من الأول وتخلي يعيش بخياله وبتدي يتحرك كل مشاعره وأحسيسه علشان يعيش القصة ويتخيلها قدامه وتخيل شخصها وأحداثها إزاي بحاج بتختم معايا هذا الخيال بشيء يعني هل هي نهايات سعيدة نهايات معسوية هل العدل هو اللي بيانتصر دايما ولا حراج بتنهيها السعيدة لا هو طبعا أنا يعني يعني لازم أبرز القيمة الإيجابية بالنهاء الشر وبإن هو يقبض على المجرب وبندم المجرم ده بإن هو سرق أو قتل نبيندم في النهاية عشان نقول إن الجريمة لا تفيد فده مهم جدا إن إحنا بندي كمان شخصيات فيها قيم إيجابية وشخصيات فيها قيم سلبية وبيحصل صراع ما بين الرغبتين لغاية ما بينتصر من نهاية بننصر القيمة الإيجابية عشان نقول حاجة معينة وبنبرز من خلال غير الفكرة الأساسية بتاعة البرنامج بنبرز قيم معينة قيمة الصداقة قيمة الحب بين الناس قيمة الاحترام قيمة إن إحنا بلاش الغيرة زيادة عن اللزوم وغيرها من القيم المختلفة يعني هك بتحاول تبرز الجريمة من ناحية الوقايع ثم الدافع ثم مرتكب الجريمة دية ثم الأحداث اللي بتمر وهي الأسباب اللي دفعت هذا المجرم اللي يتاكب جريمته وكيف لجهات التحقيق مثلاً أو للجهات الرسمية إنها تكتشف هذه الجريمة بالضبط إن إحنا كمان بيبقى فيه دافع نفسي لارتكاب هذا المجرم للجريمة وده برضو ما بيهربش من العدالة الدفع النفسي ممكن يبقى طبعاً الأساس عنده إنه بيشى مخدرات مثلاً إنه حاجة معينة بيتعاطاها فده بيأثر على عقله وبنلاقي العصابة بنخلي العصابة في النهاية بنقول ليه ليه أنا عملت كده يعني ما كنت بطلت الكيف ده ما كنتش عملت الجريمة دي أنا ندمان أنا كذا وهو بيندم في نهاية الحلقة وبيحصل برضو إن إحنا ساعات بنلعب على الأبعاد النفسية للشخصية يعني في حلقة من الحلقات كانت الزوج عندهم في صنف الشخصية وإنه بيتخيل إنه بيدي ورد لكذا واحدة لأنه هو مرض نفسي طبعاً مرض نفسي فصله وعايش بشخصيتين مختلفتين أو نتيجة عقدته النفسية إنه أمه تزوجت غير أبو فتعقد من أستاذ عايز ينتقن منهم فبدأ أتى المرض هو ما يعرفش ومعنده في صنف ومقتلش فما ظهرته في المقابر وعمل إنه هي إنه بيتكلمه أثاره عليه نفسياً إنه يعترف في المقبرة يعني عايشوف في حالة آآ فعايشوف في الحالة نفسها نية زهرتله إن مراته استحضرت من جديد فبتعدبه أو بتراجعه فبتدى يعترف بالشخصية الثانية إنه هو القاتل فخرج عن حالته النفسية وبدأ يعترف طبعاً قدامنا فهنا البعد النفسي مهم جداً في إنه يدافع إن إحنا يكشف المجرم عنه دراما البوليسية والألغاز اللي بتعيش فيها الناس بما إن حضرتك المسؤول عن سيناريو أغرب القضايا ما هي أغرب القضايا التي طرحتها دراما أغرب القضايا كان في قضية دي قضية حقيقة لإنها طبعاً بنجيب القضية من الواقع يعني مصادر حضرتك وإنت بتختار موضوع تريد تكتب فيه بتاخده من مثلاً صفحة الحوادث في الجورنال؟ إحنا عندنا مثلاً يعني كل أعداد مثلاً أغرب الحوادث اللي القديمة عندي محامي صاحبي جنيات بيقدر يديني حاجات حديثة لإنه الجريمة بتختلف كمان من عصر العصر فكل دي مصادر من ممكن تكون حد مثلاً معدي بيحكي عن حاجة حصلت بنقدر ناخد ده فمن أغرب الحاجات اللي كان مثلاً موجودة إنه حد ركب مثلاً مع سواق تاكس وقاله اطلع على حتة صحرة حتة بعيدة شوية يعني ففجأة طلع المسادس منجيبه فطبعاً سواق تاكس خاف جداً يعمل إيه ده وعايز إيه يعني يعني قالك بقى بيهددني عشان ياخد التاكس ياخد فلوس ياخد الموبايل فجأة قاله لا أنت امسك المسادس وقتلني ده من الشخصيات برده المركبة الغريبة إنه الزبون اللي قاعد ده قاله خد المسادس وقتلني بعدين انت محتش نشوفك ده حتة في الصحر فسواق تاكس خاف قاله لأ قتلك إيه مستحقيل طبعاً انت مجنون إيه ده بس قولي في إيه قاله لو ما قتلتنيش دهوقتي أنا هقتلك فطبعاً كانت فيه إصارة جداً ودي من الأواضي الحقيقية اللي حصلت هي الموقف ده اللي حصل طبعاً الحراك التحديث الحراك أضافته للبرنامج والتطوير الحراك ابتدى يظهر على العالم الجريمة وعلى الدراما البوليوسية نفسها هل ده خلاكم تبعدوا شوي عن مثلاً طابع البرنامج نفسه اللي ابتداء الراحل العبدو دياب ولا كان نوع من تكملة المسيرة ولكن يعني أضافته لون جديد شوي لا هو تكملة المسيرة ولكن مثلاً كان فيه يعني مازال برنامج يغرب خدام ومحتفظ بالطبع ها طبعاً طبعاً نوع إثارة ودراما بوليوسية بالزبط بالزبط من أول لحظة الأخير لحظة فيه الصراع والإثارة وإستاذ بانس إن إحنا عايزين نعرف مين الجاني ده غموض الجريمة كمان يحضر كأولاد عبدو دياب حافظته على خطوطه العريضة اللي هو رسامها منذ أن جاءت له الفكرة ولا؟ وإحنا محافظين على الإطار اللي هو القضية الغريبة اللي بنكشف غمضها ويقعد المستمع متلاهف عايز يعرف قضية غريبة دي هتنتهي عليه ويكشف غمضها لغاية نهاية الحلقة فده اللي بيدي التشويق والجاذبية للمستمع فده الإطار اللي إحنا محافظين عليه لكن اللي إحنا بقى غيرنا فيه عشان فيه تطور عصري دلوقتي اللي هي التقنيات الحديثة بقى من لابتوب من موبايل من فلاشة من أدوات تكنولوجية مختلفة باستخدامها المجرم وإزاي نكشف ده في النهاية يعني مثلاً وجود موبايل دلوقتي حالياً بيمنع جريمة أو يساعد على جريمة تكاب جريمة بشكل أسرع ده عبدو دياب ما كانش عنده ده ما كانش في هذا العصر هذه التقنية فهمها لم يتطرق إليها ما وجدوش خضايا كان بطلة أو أحد الأدوات الرسال موبايل مثلاً البرنامج بتاع التتابع الموبايل ما كانش موجود أو استحدثوه فالتتابع الموبايل بيكشف المجرم ما تتابع الموبايل بتدع حاكي وبنوع من أنواع الكشف عن الجريمة أيضاً يعرفوا مكان المجرم فين لخطف حد يعرفوا من خلال تتابع الموبايل البرنامج ده فده سهل على البوليس إن هو يقدر يقبض على المجرم طب أمينا حضراتكم المسؤولين الرئاسين عن البرنامج كسيناريست البرنامج ومخرجه في نفس سؤال أولاد راحل عبدو دياب وإنتوا يمكن متلمسين أو متعايشين مع هذا البرنامج عمر من عمركم زي ما بيقولوا إزاي بتختاروا الممثلين اليوم؟ يعني زمان مثلاً في حلقات أغرب القضايا كنا بنلاقي في بعض الحلقات ممثلين من نجوم مصر في ذلك التوقيت كانوا بيشاركوا راحل عبدو دياب في حلمه وفي خياله لكنتوا النهاردة بتختاروا إزاي الممثلين وفي خاصة إنه إنت بتبقى عايز يوصل فكرتك حاجة بتبقى عايز يوصل الأحساس بتاعك اللي إنت عايزه يطلعه على يعني ده محدش بقى بيشوفه لا بيقدر يستخدم لغة الجسد ولا بيقدر يستخدم حضرتك الحركة لكن كله معتمد على نبرة الصوت وعلى الأحساس اللي ممكن يبسى من خلال يعني أسير الإزاعة ده أهم حاجة أهم حاجة الموهبة إنه يكون بيعفي مثل ده ده الأساس من الممارسة ممكن يبقى مبدع بقى في أداءه التمثيلي بالدراسة مع الممارسة بيقدر بالتوجهات المخرج يقدر يشوف يلون في الأداء إزاي يحفظ على الفعالات الشخصية إزاي ميبقاش أداءه واحد إزاي يجسدلي الشخصية ويحسسني بالشخصية والمستمع يستطيع أنه يتخيل هذه الشخصية بنفس أداءها وبنفس أحداثها وبنفس الفعالاتها النفسية وكل أبعادها الاجتماعية والنفسية والثقافية لكل أبعاد الشخصية بالحضرتك اللي إنت كاتبه يعني أحياناً حالاً كنت بتشوفه ممثل بيقديه ما أخنعكش إنت مثلاً أو ما خداكش كده يعني ما وصلش الفكرة اللي إنت عايز وصلها من السطور اللي إنت كتبها هل ممكن تعترض على حضوره أو مشاركته؟ هو حصف بالفعل بس مش في أدوار السائل يعني إحنا عندنا حصيلة كبيرة جداً من الممثلين حافظين أصواته فبنختار الممثل في الدور بتاعه من خيال صوته إحنا عارفين صوته عمل إزاي؟ حاصل براحلة بس إنه حد ما أقنعنيش في الشخصية اللي أنا كتبها في شخصية صاحب الجاني والشخصية مش بسيطة شخصية سنوية يعني للأسف إحنا كنا جابين حد خارج ما عارفه وما صحيح لكن ما كناش عارفين لسه بمثل إزاي فاسمعنا صوته لقناها مش مناسب للشخصية فطبعاً بشكل شيك جداً غيرنا الأدوار بسرعة نطرق إنه دينا له شخصية تانية وبدلنا أدوار لحد تاني بحيث إنه هو تون صوته وطبيعة صوته ما كاناشي لايقه عالشخصية اللي إحنا كبينها يا حاج شفت إن الممثل أو إنتم تقولوا اختياركم للمرسلين واحد إنه موهوب وعنده قدرة على التمسيل طبيعة صوته اتنين إنه حراك شايف إن طبيعة صوته تقدر تواصل الفكرة وتقدر تواصل الأحاسيس اللي إنتم عايزين تبعدوها للمشاهدين وده خاصة إنه ما عندوش أداة تاني إلا صوته بالضبط يعني لو أخد شوية برد زي حالتي كده ياخد عالش أو حضرتك لو ما أقنعكش مثلاً يا واحد صوته مسارسع شوية مش ينفع تستخدمه مثلاً في دور شرير أو معلم أو الأدوار اللي هي المتبدلة دي بالضبط طيب مراحل العمل عايزكم تكلموني عنها يعني زي بتبتدوا بتعملوا الحلقة منذ أن تجي لحضرتك الفكرة بعد قريتك مثلاً للحادثة أو بتعبيتك للحدث وبعدين كتبت الحكاية بتبتدي تشارك الدكتور طارق في تخيل كيف أن نقوم به زي الحمل وإلا أنتوا كل أحد فيكم بشتغل مفصلاً يعني ده بالعكس إحنا بنشتغل مع بعض في كل حاجة ودي ميزة عشان إحنا أخوات كمان بس هو بيحسن شوية خلقية لأنه أول ما بنجي لنا الفكرة بنبتدي نقض في مكان مهجور شوية يعني مش مكان العصابة بس مكان مثلاً بتعمله بقى أجواء الأغرب القضائية بقى يعني نقض في نادي مثلاً يعني يلا بينا عالخن بالضبط وكر العصابة يعني لكن بنقض في مكان مثلاً زي نادي مثلاً بس مفيش حولها الناس بنبتدي نحط نرسم الشخصيات نقطع الشخصيات دي الشخصيات عندنا كم شخصية دول مثلا من العصابة ده الحادث كذا ونقسم بقى الأحداث بتاعتنا المبدأ عندنا إن فيه إصارة طبعا فيه ساسبينس موجود طول الحلقة ونبتدي نحط الأحداث كتير جدا ممكن نتخانق في إنه الدراما البلوسية من أصعب ما يمكن في الدراما في إنك تلاقي الدليل في الآخر لإنه فيه مشكلة في إنه الواقع أي قضية في الواقع فجأة ممكن يزغل القطر فجأة مفيش مشكلة لكن في الدراما ودي يعني المشاهدين لو عرفوا ده مش هيستمتع أوبد بالأعمال البلوسية ليه لإنه لازم يبان إنه بماهد للقتل أو بماهد للخطف البنت دي فتمهيد للشخصية الجاني ده فأنت بتبقى كمشاهد أو مستمع بتبقى عارف ممكن يكون مين وهو لازم يكون شخصية موجودة لكن مايفعش يظهر فجأة في آخر ده يعني مش هو العفريت مش اللهو الخفي اللي فجأة هو ده القاتل لا وكمان إن كل فعل ليه منطق وليه مبرر يعني عمل الفعل ده ليه عشان كذا وعشان كذا ممكن يبقى فيه سبب واحد وممكن عدة أسباب فتفكير أيضا في إيجاد المبرر للتصرفات الشخصية ده مهم جدا الحبكة لهذا العمل للدراما البوليسية ده مهم إن إنت تصل إلى الزروة وتعقيد المشكلة ده برضو مهم وإنهم بياخد مننا وقت ومجهود في المكان اللي حت بنقعد فيه لوين طبعاً يعني في الآخر حضرتك بتديني أسباب منطقية جداً وبتستخدم المنطق عشان اقتنع بالعكاية اللي تروت فيه هذي الدراما بالضبط طيب في نهاية فخرتنا بس ألحضراتكم بقى بإمكانكم بتشتغلوا مع بعض وإنتوا المسؤولين عن هذا البرنامج واللي خليتوا يمتدوا يعيش حتى بعد رحيل صاحب الفكرة وصاحب الصبق في هذا البرنامج هل ما حصلش إنكم اختلفتوا مع بعض على أداء شخصية؟ يعني إنت شفت حيك الممثل ده ينفع والدكتور طارق قال لك لا ده ما ينفعش حيك شفت مثلاً إنه هو أوصل لرسالة بتاعتك والدكتور طارق قال أنا محسيتش بيها مش بيحصل بينكم مش بس اختلاف في الأعدل اللي هي الوكر والخن أو الحاجة الجنبالي اختلاف بقى فيه أثناء تنفيذ الحلقات طبعاً بيحصل كتير جداً وده صراحي يعني إحنا في النهاية بنلعب مع بعض كرة وبنبصل بعض فبيحصل فعلاً يعني إحنا ممكن نبصل بعض بس عشان الممثل ما يحسش إنه هو مش مش اللي هو ده المش المطلوب قوي يعني 70% فنبتدي نعمل إيه بقى؟ نعالج الموقف إن إحنا نفضل نعيد ونزيد لغاية لما ناخد أحسر حاجة منه فطبعاً بقى يقول لي هو مش قلتلك ده مش ينفع أو العكس قلتلك ده مش ينفع كده يعني في كلمة أخيرة يا دكتور طارق الحلقة عشان تطلع في المنتج النهايي ممكن تستلك قديم منكم وقت لا طبعاً في مرحلة التأليف طبعاً بتاخد وقت وكذا لحنا نتكلم عن التنفيذ التنفيذ لا إحنا بن يعني بتاخد وقت في نفس اليوم بناخد مثلاً خمس ساعات مثلاً بس خمس ساعات دي إن إحنا كمان يعني أنا ما بيجي بعد كده في موضوع إن أنا بشيل الفواصل اللي هي اللي غلطوا فيها كتير جداً بعد كده بحط الموسيقى والمؤسرات الصوتية بتعمل المنتج وتركب المؤسرات اللي هي بتكمن مع الناس أو تديهم كمان إحساس بالغموض والإصارة لأن المؤسرات الصوتية طبعاً لها تأثيرها اللي بتعمل تأثير وجاذبية وبتديك إحساس بالواقع وبقى فيها تطور كمان دلوقتي ما بيتش زي زمان يعني بقى فيها تطور كبير بتدقيني إحساس بالواقع إن أنا موجود في موج بحر أو في شارع أو في أي مدينة ممكن تعبالي عن الزمان معين يعني صوت تديك ممكن تديني فجر صراسير مثلاً الليل تديني إن أنا بالليل فديتني زمن معين ممكن التصوير صعب إن أنا روح مثلاً قد بجنوبي فممكن أعبر عليها بالمؤسرات الصوتية أو حيوانات مفترسة في غابة فده صعب في التصوير ممكن أن نقله هنا في هنا أحساس فمهم جداً حتى في مقولة جميلة جداً كان قالها بشار بن برد قال الأذن تعشق قبل العين أحياناً فبرضو هو جمع قال إن كان الصوت والصورة اللي اتنين أحياناً عشكراً قالها أحياناً لها جاذبية ولها تأثير وبتصل المعاني وبتدي إحساس بالواقع والموسيقى كمان مهمة جداً خلونا بعد ما شكر حضراتكم هنطلع فاصل هنشوف أحد الفيديوهات هنستعبل اتنين من أبطال العمل اللي حضراتكم بتشوفوا عليه هقدمونا مشهد ويا رب يقنأ الناس واخدهم كده بالزام حاجة إن شاء الله هنتعشق الأذن أحياناً هلينا نشوف دوة وبشكر حضراتكم أستاذ عمر عبد الدياب دكتور طهرق شغرفتونا شكراً وأهلا بكم دايماً وبنجوم أغرب الخضايا هليكم معنا حضراتكم مع هذا الفاصل ونعود مع أبطال أغرب الخضايا موسيقى I have a quilt on my old queen bed A haphazard bunch of patches And each reminds me of a friend All so different yet not one clashes A haphazard bunch of patches A haphazard bunch of patches أوه موسيقى 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 مجدد تحية لحضراتكم عودة مرة أخرى مع أبطال عمل من أهم أعمال الدراما البوليسية في مصر أغرب القضايا البرنامج الذي عاش فيه أزاننا في السنوات الطويلة وقدر الراحل عبده دياب أن يزرع نبتة والأجيال التي تليته بعد كده وخاصة خلفوا من الأستاذ عمرو والدكتور طارق أنهم يكملوا مع التطورات اللي حصلت في المجتمع وأنا برحب والأستاذ النسرين شاوئي والأستاذة هودا الجندي أهلا بحاولتك أنا أبطال هذا العمل في حلقاء بتاعديدة وبسأل حضراتكم ليه فكرتوا تشتركوا في الدراما البوليسية ليه ما طلعتوش في حاجة عاطفية مثلا يعني ما فكرتوش إن كنتوا يعني تشوفوا حاجة جميلة يعني أو حاجة شوية تتناسب مع طبيعة الست هل في الدراما البوليسية تتناسب مع طبيعة الست الاختلاف يعني أنا شايفة إن الإنسان عشان يكون ناجح لازم يعمل حاجة ديفراند النهاردة كل البنات وكل الأنسات عايزين بقى الأدوار اللي هي الرومانسية واللي ماشية على نفس الاتية شايفة أنا دور طبيعي للست بقى أنت حالك فكرت في شكل مختلف شوية بالضبط خصوصا كمان إن أستاذ عمر بيتعمد إن هو يختار أضايا مختلفة بيتعمد إن هو يكون متجدد في موضوعاته يعني أنا برضو من ضمن الحاجات اللي أنا أنا دائما بحب إن أكون مختلفة إن حتى في أدواري في أغرب القضايا لما بلاقي دور لوكل كده وشخصية شعبية قوي بقولوا لا حطني فيها إن أنا بحب أطلع بره بوطاقة نسرين وبره كاراكتر نسرين المعروف تمام أستاذ هدى عايز أتكلم حليك إزاي بتقدر تتقمس الشخصية اللي بتتعرض عليك في خلال سطور بسيطة يعني مثلا قالوا لك إنت هتبقي النهاردة أم مزبوط أب وبكرة زوجة مزبوط أب وبعده جدة هم شايفين إن نبرد صوتك وأدائك الصوتي يقدر يجيب هذه الشخصيات إنت إزاي بقى بتقدر تعيشي في الشخصيات دي هو بصراحة أستاذ عمر كل مرة كان بيفجيني وبيحطني في تحدي جديد من نوع ثاني خالص يعني من ضمن المرات عملت دور حمدية شغالة مرضو من ضمن المرات عملت دور اللي هي سيدة مسنة وجدة فلازم إن أنا ألعب بطبقات صوتي وإن أنا أجيب نبرة الصوت اللي هي للجدة أو السيدة المسنة ديت والحمد لله قدرت أعملها برضو من ضمن الشخصيات اللي أنا برضو قدتها اللي هو دور بنوتة كده سودانية وبرضو عملت دور موزيعة أمريكية بتكلم بالأمريكان أكسنت وكل ده يعني فكون بقى إن أنا أقدي بقى الشخصية لا طبعا أكيد لها طقوس معينة هو قبل أي حاجة هي طبعا رقم واحد هي الموهبة وفي نفس الوقت حبي للمجال نفسه وللعمل بمعنى إن أول ما بمسك الورق بقرا كويس جدا 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 في نفس الوقت بفصل عن الناس كلها وبتعامل كأن ما فيش يعني بنا قدمين خالص آه يعني مسلس من ثلاث أضلاع أنا والورق والمايك فقط لغير وبفصل بقى عن الدنيا كلها وما بحطش في دماغي أنا أخاف إن أنا أنطق الجملة الجملة دي بالأداء الفلاني يطلع غلط لا خالص أنا ما بحطش في دماغي ده أنا بحاول أحسه واللا أنا بحسه بعبره بتبتدي تعبري تمام آه طب حالاتكم مساء سليم مثلا كسيدات ببتتدائقوش إن القائمين العامة الرجالة فممكن يعلقوا على أداءكم أو يرفضوه أو يقيدوه يعني مش دايما كل اللي بتعدوه هو مقبول لا لا بالعمل في دايما أن أي مخرج أو مؤلف بيعايز العمل الفني بتاعه يطلع في أحسن حال فأنا أنت بتستقبلي التوجيهات دي بشكل من يعني حاجة نورمال وطبيعي ولطيفة أن يحصل كده ولا ممكن أنت تشددي أو مرسل أن تصل الحكاية معاك إنك تنسحب من الدور لا لا خلينا نتفق على حاجة إن أي مهنة في الدنيا أنت ليك مدير ليك حد يوجهك بيكون حظك حلو إن أنت يبقى مديرك موجه يعلمك يديك ملاحظات تفيدك في شغلك بالذات بقى أن أستاذ عمر يعني أنا برضو من ضمن الحاجات اللي أستاذ عمر يعني متعب شوية فيها في شغله بس متعب فيها إن هو عايز كل حاجة تطلع 100% يعني كنا بنعمل يعني برضو وإستاذ عمر عنده يعني ممكن يألف الحلقة ما بتاخدش في إيده ممكن عشر دقيق خياله واسع وعنده خياله واسع يعني بيجي بقى عند الجزء اللي هو بتاع من الجانية وإستاذ عمر بيشككنا في كل الشخصيات اللي في الحلقة مزبوطة أهو أنت المرسين بتشوفكو كمان؟ آه يعني عايز تشوفكو بعض من كتر ما إحنا متقمصين الدور أحيانا بيوصل بنا بكده فهو بيعيس كل الشخصيات إن المستمع شكك فيها بيجي بقى عند النهاية إزاي الحبكة الدرامية تحصل إن النسين من الناس هو اللي قتل مرة كنا عمليين دور كان واحد مرسوهم كان بيحب بنت إي كلاس قوي دخل الفيلا اختصبها ماتت فاحنا فضلنا الدراما كلها احنا مش عارفين مين اللي قتل ايه السواد ده كله لما الدائرة دقت عليه اصبح عنده مشكلة احنا فضلنا نص ساعة وهو لسه بيكتب و احنا لازم نطلع نتسجل وصيد عمر عنده مشكلة ان احنا ازاي نوصل للمستمع ان فلان هو اللي قتل بس بطريقة مش تقليدية فبدأنا كلنا اللي اصطاف كل واحد يقوله فكرة طب يا أستاذ عمر السبحة بتاعته انفرطت جنب الجثة ده عادي جدا يا نسرين ده مش حاجة غريبة ما استاذينك ناخد المهندسة دي دي على التلفون مساء الخيري فندم مساء الخيري فندم مساء الخيري فندم اهلا بحضرتك السلام عليكم اولا عليكم السلام عليكم ممكن اشارك مع حضراتكم انشرف انا اول بلا اعمل مدفلة الحقيقة ده فعلي الاشتراك معاكو ان انا بيستهويني جدا هذا البرنامج اللي هو اغرب القضايا اه واقعد بعض اتناه وبانتظره الحمد لله لان هو فعلا البرنامج غير عايزي حاجة مختلفة يعني يا مش مهندسة حاجة مختلفة حاجة مختلفة عن المطروح حاجة مختلفة في حوارات كتيرة وفي مفاجآت بس هو بيشبه تقريبا برنامج مين الجاني ممكن حريك في نفس النوعية ممكن يتصنب في نفس النوعية لكن هو لون الخاص يعني اللي بيسيب واقع علينا حضرتك كان زمن البرنامج دوت بيجي يعني فيه قصص من واقع الحياة حاجة شايفة القصص اللي بتبطلح النهاردة خيالية؟ لا هي قريبة جدا من الرافع وجميلة وكل حياة الأستاذ عمر الزياد بيجيب قصص جميلة جدا انا بحييه جدا بشكر حضرتك لمشاركتك الجميلة ونتمنى لحضرتك استمتاع بمزيد من حلقات تمام فالمهمة ان احنا كنا فضلين عشر دقايق وطلعين لسجل أستاذ عمر عندهم مشكلة ان مين الجاني؟ ان احنا ازاي؟ هنوصل ان احمد هو اللي قتل بس عايزين بطريقة ما تبقاش تقلدية زي ما بيحصل في أغلب الدراما طيب انا مش عايزة يعني عايزة استثمر وجودكم معايا وانه هتنقرب بيخلص مصعيح لكن مظبوط لكم تعدونا حتى مشت كده تحاولوا تاخدوا الناس هل يختنعوه ما يختنعوش هيحبوكم مش عارف خانشوف يعني حكموا للجمهور طب ايه رأيك يا هودا نعمل ايه اختفت الجسة؟ المرة دي بقى يا استاذ هودا مش بالكلمة في المثلث بقى وحديكي حاضر المرة دي ما حكي مربع في الكاملة اوكي تماما تماما بس مفيش احمد مش مشكلة احمد يطلع في اي حد؟ اوكي احمد حاجة تانية مش اقول لهم اكتر مش قصير ما كلهم هيبقى نفس المشكلة لحوة لحوة عشان دي فيها وفيها اكتر طب ايه يعني اممكن استيغلكم اوكي بداية سوز عارف اوكي سوز عارف اوكي ايه دا؟ فيه صوت في الفيلا مين اللي تحت؟ مين؟ مين؟ لا حمدية 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 علوه ايوه يا احمد الحقني حمدية الشغالة لقيتها واقعة لقيتها واقعة في الموابخ والدم مغرق الدنيا الحقني يا احمد تعالى بسرعة تعالى بسرعة يا احمد المفروض ان احمد بقياني هيرد علي في التليفون اه بلغي البوليسيا غادر حد لما يجي هو احمد مش موجود اه اه انا بقى حمدية اللي هو الشغال اه يا هانم مانا قدامك اهو هنقيتل ازاي يعني انا شايفاكي بعناي دول يا حمدية شايفاكي وانت وقع على الارض واتدمح حواليكي انا شايفاكي يا حمدية يا ستة هانم اكيد بيتهيقلك بتهيقلي؟ بتهيقلي يعني ايه؟ بتهيقلي ازاي؟ اني اعرف دكتور كويس قوي قوي يا ستة هانم اسمعي كلامي وانا كمان يا ستة هانم اعرف دكتور احسن نتعرف الحمدية وممكن نروح لكلنا ونكشف ونشوفه في الحقيقة انتو خدتونا شوية وبعا صوتكم الجميلة بس يعني انا عايز اقول ان المصدقية الحقيقية عند كل فنان او موهوب وصاحب موهبة ازاي يقدر يقرأ الناس اكتر وقت بصاحب صاحب انتو ما اخنعتوش قوي ان حمدية ما غير انا بدمها ولكن الحمدية الحمد لله بخير وسلامة الحمد لله وانا بعرف دكتور كويس يا ستة هانم ممكن نقولك عليه وبشكر حضرتكم جدا استاذة عشرين شاوئي والاستاذة هدى الجندي على هذا الاداء الجميل شكرا مرسيها وهنطلع ان نشوف حضرتكم فيديو لطيف كده في الختام بقول لحضرتكم الإزاعة وامتاع الأزن ده ليه سحره وليه متابعينه وليه حاجة جميلة جدا والإزاعة المصرية يا مأمتعتنا برواءة من المنتجات الفنية الجميلة بنذكر الراحل عبدو دياب بكل خير وتمنى لأبناء وأن يكملوا المسيرة ويخرجوا إلينا نزيد من المنتجات الفنية الجميلة فقاعة بشكر فنانتنا الهيلين ونشوفكم على خير شكرا وبقول لحضرتكم الإزاعة المصرية هي اللي سامت في حتنا علامة مش بس برنامج سلام ده كالف الزام إيه اللي بتعمله ده؟ ما تخافش ما تخافش إزاي؟ ده مسدس أيوة مسدس تاخد انت المسدس ده وتقتلني نعم حتطلقني يا خالد ولما طلقتنيش حقتلك وقتلك زبوني زبوني انتوا بتعملوا إيه؟ لا يا حالوة المراتي مش هتسيبك يا حالوة خصي 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 العربية بقولني خصي 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 من خلال برنامج أغرب القضايا المؤلف عمر عبد الديام المخرج دكتور طارق ديام أغرب القضايا الثلاثاء من كل أسبوعين التاسعة ونصف مساء قلوا معنا ضرب هي